أبو ظبيان الأعرج الغامدي الأزدي رضي الله عنه صحابي وفارس وشاعر وقائد مسلم وأحد أشهر فرسان العرب في الجاهلية والإسلام وهو صاحب راية غامد يوم القادسية نسبه هو عبد الله بن الحارث بن كثير بن جشم بن سبيع بن مالك بن ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدول بن سعد مناه بن غامد بن الأزل فارس من فرسان العرب الأربع المشهورين الذين ذكرهم القسملي أدرك الجاهلية والإسلام وكان أبو ظبيان كثير الغارات في الجاهلية وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له النبي كتابا إلى غامد فمن فعله رضي الله عنه في الجاهلية ما أخبر به أبو قيس عن أشياخه قال كان أبو ظبيان نائما بالعقيق ورسن فرسه بيده فإذا هو بصهيل الخيل فوثب فركب فرسه فإذا حصيدة القافي يقود جيشا يريد الغارة على غامد وكانت غامد في هضبة الأمعار فلم يخبر أبو ظبيان قومه وواقع القوم فلم يزل يطعم فيهم حتى كشفه وشد على حصيدة فطعنه فقضى عليه فانهزم أصحابه فقال أبو ظبيان في ذلك ثكل العواذل أمهن ألم يروا إبلا محبسة لنخل المسجد فيها ثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافيات الغراب الأسود بدر الفوارس أخذها فمنعتها جونا وأدما مثل حب الغرقدي ما كان لي من صاحب فألومه يوم العقيق ولست بالمستعبد